موسيقى 90% يصويتون لصالح الاستقلال عن اسبانيا ونتائج الاستفتاء ستحالوا الى برلمان كتالونيا موسيقى كردستان تستعد للتحاور مع بغداد بمجلس سياسي اعلى الامارات تستقبل اكبر برنامج طبي عالمي لاصحاب الهمم اهلا بكم مشاهدين الى نشرة اخبار اليوم اعلنت حكومة كتالونيا ان نحو مليونين ومئتين وستين الف شخصا ادلوا باصواتهم في استفتاء محضور بشأن الاستقلال عن اسبانيا يوم الاحد وان 90% منهم صوتوا لصالح الانفصال ويمثل هذا نسبة اقبال تبلغ نحو 42.3% من اجمال عدد الناخبين في كتالونيا والذي يبلغ 5.340.000 شخص مشاهدين وردنا الان في خبر عاجل ادت عملية اطلاق نار لسقوط ضحايا اثناء حفل موسيقي في مدينة لاس فيغس بولاية نيفادا الامريكية بحسب ما اعلنت الشرطة الامريكية الاثنين واضافت الشرطة انها تصدت لرجل يقوم باطلاق النار في لاس فيغس قال رئيس اقليم كتالونيا كارلوس بيك ديمونت في خطاب له في برشلونة ان الكتالونيين كسبوا الحق بان تكون لهم دولة مستقلة بعد نزول الملايين منهم للمشاركة باستفتاء على استقلالهم حضرته الحكومة المركزية الاسبانية واضافا الحكومة سترسل في الايام القليلة المقبلة نتائج الاستفتاء الى برلمان كتالونيا حيث تترسخ سيادة الشعب وحتى يتسنى له التصرف وفقا لقانون الاستفتاء في وقت سابق اعلن عمدة مدينة برشلونة ان اكثر من 800 شخص اصيبوا جراء الاشتباكات بين مؤيدي استقلال اقليم كتالونيا والشرطة الاسبانية وكانت قوات مكافحة الشغب في كتالونيا استخدمت الرصاص المطاطي لتفريق المحتشدين امام مراكز الاقتراع للادلاء باصواتهم في الاستفتاء على انفصال الاقليم عن اسبانيا من جيرونة الى برشلونة وفيجيراس تجمع الاف الكتالونيين امام مراكز الاقتراع للمشاركة في استفتاء منعه القضاء الاسباني وتصر السلطة الكتالونية على المضي قدما فيه في واحدة من اكبر التحديات السياسية التي تواجه اسبانيا فعلى الرغم من حواجز الشرطة المنتشرة في جميع شوارع المدينة واغلاقها لعدد من المباني الرسمية تدفق المواطنون الى مراكز الاقتراع للتصويت وتمكنوا من اختراقها ووفق بعض الصحف الاسبانية فقد طورت سلطات كتالونيا تطبيقات خاصة على الهاتف الجوال تسمح للمواطنين بالادلاء بأصواتهم الكترونيا حتى اذا كان مركز الاقتراع التابع للمواطن مغلقا او متوقا تدفو اجواء من المواجهات بين الحكومة المركزية وقادة الانفصال بعد ضبط قوات الشرطة لما يقرب من مليوني صندوق اقتراع معدل الاستفتاء الذي لم يخلو ايضا من المواجهات العنيفة حيث ورصدت مقاطع فيديو توضح تعرض الناخبين للضرب بعد انهجمت الشرطة الاسبانية مراكز الاقتراع ما ادى الى اصابة العشرات وهو ما وصفه رئيس الاقليم بلع في غير المبرر وغير العقلاني وفي دلالة على الانقسام الذي سببه الاستفتاء تجمع متظاهرون مؤيدون للوحدة في المدن الاسبانية الكبيرة ومنها برشلونة للتعبير عن معارضاتهم القوية لمسع كتالونيا للانفصال انفصال سيثير انقسامات كبيرة في اقليم كتالونيا البالغ عدد سكانه نحو ثمانية ملايين نسمة ويمثل نحو خمس اقتصاد اسبانيا ويعد اقليم كتالونيا واحد من سبع عشرة مقاطع اسبانيا ذاتية الحكم وفي حالة نجاح الاقليم في الانفصال فإن هذا الامر سينعكس بمنتهى القوة على سكان اقليم الباسيك الواقع في شمالي اسبانيا والذي ظل الاستقلال المطلب التاريخي للقوميين هناك للقرون في اخر تطورات استفتاء اقليم كردستان قرر المجلس الاعلى للاستفتاء في اقليم كردستان العراق حل نفسه وتشكيل مجلس قيادي سياسي اعلى برئاسة مسعود برزاني لتفاوض مع بغداد قريبا بشأن مستقبل الاقليم وبرر عضو في المجلس القرار بان الحل جاء عقب انجاز المهمة باجراء الاستفتاء هذا وقد رفض برلمان اقليم كردستان العراق بالاجماع جميع قرارات البرلمان العراقي في بغداد بخصوص استفتاء الانفصال الذي اجره الاقليم مؤخرا على الانفصال اذا هي على ما يبدو مواجهة مفتوحة مفادتنا جنان موسى التقت المسؤول عن العلاقات الخارجية في الاقليم نتابع العلم الكردي والعلم العراقي جنبا الى جنب في جميع الدوائر الرسمية في اقليم كردستان ولكن الى متى؟ هل سيتم اعلان الاستقلال وازاحة العلم العراقي قريبا؟ سألت المسؤول عن العلاقات الخارجية في الاقليم السيد فلاح مصطفى ن邻 야 why are we are concerned, at this moment we are part of Iraq. The people of Kurdistan went to the ballot boxers to demonstrate what they want but we want to achieve this through dialogue with peaceful means with Baghdad through an understanding so that at the end of the process when Kurdistan declares its independence That flag would peacefully and with respect would be taken off. But we have no intention to do that before then, but Baghdad needs to understand that لم تقابل نتيجة الاستفتاء الداعي للانفصال عن العراق بترحيب داخلي أو خارجي بغداد غير راضية وإيران وتركيا تتوعدان ومن المؤكسرين على الذهاب وين انظم نفس المقلبي مناسب أننا نظارين كما نستخدم نفس الأولى نحن نحن نحتاج للحانب لتعلم بعض واننا كامل هل هذا الأقل؟ هم نPEشون بشكل قدراء؟ ما لننفذنا نجتم بشكل حيام؟ ما فعلنا نعمل؟ نحن نعني طبيعتاً وممراكولا لتذهب إلى البلاد المقلبي هذه هي حيوانة ترجم في الشركة اتفادها هم يؤمنوا فعلا؟ حتى الحليف الأمريكي يرفض الاستفتاء حيث قال وزير الخارجية أن التصويت والنتيجة يفتقران إلى الشرعية مضيفا أن بلاده تواصل دعم عراق موحد واتحادي وديمقراطي ومزدهر وأضاف السيد فلاح مصطفى أن الأكراد لن يتراجعوا خطوة واحدة عن مطلبهم مهما عارضت بغداد ودول الجوار هذا الاستفتاء إنها مواجهة مفتوحة غير معروفة النتائج حتى الآن جينان موسى أخبار الآن إربيل ميدانيا وفي العراق تواصل القوات المشتركة تواغلها في مناطق غرب الحويجة حيث استطاع التحرير 12 قرية تابعة للقضاء وتشير التقارير الاستخباراتية العراقية إلى أن عدد مسلحي داعش في الحويجة يقارب ألف شخص مؤكدة أن العمليات الجارية في المحور الشمالي والجنوبي من قضاء الحويجة بمحافظة كاركوك شرفت على الانتهاء قبل انطلاق القوات العراقية المشتركة ضمن مرحلة جديدة من عمليات تحرير الحويجة جنوبية غربية كاركوك شرعت هذه القوات بتحرير عدد من القرى في محيط مركز المدينة وكانت أولى إجراءاتها باتجاه منطقة العباسي هو إيصال رسائل إلى المدنيين عبر مكبرات الصوت تتضمن تعليمات لحفظ سلامتهم والله العمليات النفسية هذا فتشي يعني دافع معنوي لأطمئنان أهلنا الموجودين بناحية السعدية وفي كل المناطق نحن نحفزهم ونقولهم قوات الأمنية القوات العراقية المتمثلة بالشرطة الاتحادية المتمثلة بالرد السريع المتمثلة بالجيش العراقي نحن أخوانكم جايين عليكم نخلصكم من الدواعش الأنذال قوات الرد السريع العراقية من جهتها واصلت التقدم باتجاه قرية السعدية بعد أن تمت معالجة عدد من الأهداف داخل هذه المنطقة والواقعة إلى الغرب من مدينة الحويجة باشرة قطعاتنا والحمد لله نحو الأهداف الأهداف الجديدة المرسومة لها حيث تم تحرير ثلاثة قراءة اللي هي قرية الحمدانية وقرية السعدية وقرية الشيخان والحمد لله قطعاتنا مستمرة بالتقدم خسار العدو جسيمة لاذة بالفرار ترك أسلحته وآلياته في الأزقة والطرق قتل العدو ما يقارب 10 إلى 15 قتيل هذه القطعات هي الأولى التي تدخل قرية السعدية بعد تحريرها حيث تحاول البحث عن مقاتلي داعش خشية أن يكونوا متحصنين داخل منازل الأهالي اتفتش القوات العراقية ضمن إجراءاتها البيوت لتطهيرها واعتقالي في لولي داعش الذين يتخفون داخلها مدر شرف داومنا البارحة اليوم ثلاثة ايام اربعة ايام نقلون ينهزمون بل يلوا بالنهار هم عوايلهم أولا حد الآن ساعة كم اسكل لهم وينا بس انهزموا وراحوا الطارقية ممكن ما رحتوا عليها للساعة قريتة الطارقية ايه 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 ايش يطلعون ايش يطلعون ايش يطلعون ما ادري هي تجاه الحواجة تحرير ناحية العباسي الاستراتيجية التي تقع على بعد عشرة كيلومترات غربية الحويجة ويشكل انتقالة مهمة في معركة تحرير الأراضي من احتلال داعش حيث لم يبقى أمام القوات العراقية سوى مساحة مفتوحة باتجاه هدفها الرئيسي وهي تحرير الحويجة بالكامل مشاهدين وردنا الآن أن الشرطة الأمريكية أفادت قبل قليل بمقتل شخص يشتبه بأنه مطلق النار في مدينة لاس فيغاس وتشاهدون الآن صورا حصرية من رويترز أهلا بكم الجديد حررت قوات سوريا الديمقراطية نزلت ابن خلدون شمال مدينة الرقة بعد معارك عنيفة مع تنظيم داعش في حين تتواصل الاشتباكات بين الطرفين في أحياء المدينة وتصل هذه النزلة بين الشارع نور ومدرسة ابن خلدون والمنطقة المحيطة بها في الأحياء الشمالية للمدينة وفي سياق متصل دلعت اشتباكات عنيفة أمس بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش في حي الكهرباء شمال المدينة فجر خلالها التنظيم سيارة مفخخة ولا تزال الاشتباكات على أشدها بين الطرفين أعلنت الجبهة الوطنية لتحرير سوريا تابعة للجيش الحر في جنوب سوريا رفضها فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن تحت إدارة النظام يأتي هذا الإعلام بالتزامن مع مفاوضات في عمان بين المعارضة السورية والدول الراعية لقرار خفض التصعيد وقال أبو جاسم الحرير القيدي في الجبهة الوطنية لتحرير سوريا إن المعبر سيبقى مغلقا إلى حين الإفراج عن المعتقلين في سجون النظام وعودة المهجرين إلى قراءهم في درع قمنا اليوم بإصدار بيان بشأن معبر جمرك نصيب الحدودي بعد التفاوضات بأستانا وجينيف قامت بعض الفصائل بتوقيع أو المبادرة على فتح جمرك نصيب بشروط لا يرضاها المدني قبل العسكري في سوريا عامة وهي رفع العلم السوري والختم للنظام المجرم ومن هنا انطلقنا الجبهة الوطنية لتحرير سوريا لنضع بصمة أن ما قدمناه من شهداء ودم الضحايا في سوريا لها مطالب على الأرض ونحن سنكون عصى للشعب السوري وأهداف الشعب السوري لتنفيذها منها إخراج المعتقلين السورية جميعا واثنين ترجع أو ارجاع جميع المهجرين إلى بلادهم نحن ليس ضد الحل السلمي بل معه انضمنا شروط وضوابط يرضى فيها الشعب السوري والحظين الشعبية للجيش الحر عامة قتل أكثر من ثلاثة ألف شخص بينهم نحو ألف مدني خلال شهر أيلول سبتمبر في حصيلة شهرية هي الأكبر خلال العام الحالي جراء تكتيف الغارات على مناطق عدة في سوريا وفق ما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان وأوضح مدير المرصد أن بين القتل المدنيين مئتاني وسبعة أطفال على الأقل لافتا إلى أن أكثر من سبعين في المائة من المدنيين قتلوا جراء ضربات جوية بعد تحريرها أثناء معركة دير الزور على يد قوات سوريا الديمقراطية تقول نوفا أنها فقدت ذاكرتها بشكل جزئي نتيجة الطرب المتكرر حيث تعرضت لأبشع الأسليب الوحشية من قبل مسلح تنظيم داعش بسبب رفضها أن تباع كسبية واختصابها تحاول استجمع قواها وعصف ذاكرتها لتروي لنا فصول الوحشية التي تعرضت لها على يد مسلحي داعش بعدما فقدت جزءا كبيرا من ذاكرتها نتيجة التعذيب نوفا ذات الثمانية عشر عاما اختطفها داعش من قرية كوجو في إقليم سنجار قبل ثلاث سنوات واقتدها إلى مدينة دير الزور لتعيش مراحل معاناتها القاسية من شدة ضربهم فقدت ذاكرة وأشعر بألم في دماغي لدرجة أني أتحدث بصعوبة معكم حيث كانوا يقومون بإلباسنا ثيابا فاضحة وأخذنا لسوق السبايا حتى يعجبوا بنا أحدهم ويقوموا بشرائنا وكانت زوجات داعش يطلبنا مننا أن نخدمهم وحتى هذا الأمر لم يشفع لنا فكانوا يقومون بضربنا بسككين حادة وأسلحة حيث قاموا في إحدى المرات بإحداث إصابة بليغة في رأسي حاولت نوفا الهروب عدة مرات خشية بيئها في سوق السبايا إلا أن هذا الشيء انقلب عليها عكسا استعرضت لأبشع أساليب التعذيب الجسدية كضربها على رأسها بشكل مباشر وهي الآن لا تقوى على القيام بشيء جراء ما ذاقته على يد مسلحي التنظيم كنت أطلب منهم أن يتوقف عن بيعي لأني لم أعد أتحمل ذلك فأخبروني بأنه يجب بيعي لأكثر من شخص ولأني رفضت ذلك قاموا برمي من الطابق الرابع إلى الأرض حيث بقيت ثلاثة ساعات مرمية على الأرض لا أستطيع التحرك وتحدث حتى أسعفوني وأن الآن أعاني كسرا في قدمي وفي فقرات ظهري وأشعر بخلل في دماغي حيث لا أتذكر شيئا وفي إحدى المرات حاولت الهرب فقاموا بوضعي في قفص واقتدوني إلى المقبرة من الصباح حتى المساء وبعد تحريرها من قبضة داعش تحاول نوفى الوصول لأسرتها التي فارقتها قبل ثلاث سنوات وتجسد حالة هذه الشابة مصير مئات الإيزيديات التي اختططهن داعش هناك شيخي لأخبار الآن القامش لسوريا نفت الحكومة الأردنية بعض ما يتم تناقله من معلومات غير دقيقة نقلا عن منظمات أو أشخاص تحمل الأردن مسؤولية عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية وصفة هذه المعلومات بالمغلوطة تماما واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مخيم الركبان يقع داخل الأراضي السورية وليس على الأراضي الأردنية ما يعني أن إمكانية إيصال المساعدات للمخيم من قبل المنظمات الدولية من الداخل السورية أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسماري في تصريحات المساء أمس أن تنظيم داعش والأذرع الإخوانية والتنظيمات التابعة للقاعدة تحالفوا في ليبيا لنشر التطرف وأكد المسماري أن قطر تنقل مسلح داعش من سوريا إلى ليبيا وأن دعمها المالي للجماعات الإرهابية مستمر في ليبيا أحبطت قوات الأمن المصرية هجوما على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة مزارع جهاد أبو طاب الجنوب مدينة العريش وأفدت مصادر أمنية بأن انتحاريا كان يقود سيارة مفخخة في اتجاه الارتكاز الأمني فأطلقت القوات النار في اتجاهه ما أدى الانفجار السيارة ومصرع قائدها تمكن الجيش الجزائري من قتل خمسة مسلحين إرهابيين بعملية في بجايا شرق العاصمة الجزائرية بحسب ما أعلنت الأحد وزارة الدفاع وأوضحت الوزارة في بيان قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بدائرة القصر ولاية بجايا ظهر الأحد على خمسة إرهابيين خطيرين أعلنت الشرطة الاتحادية الكندية أن الرجل الذي يشتبه بأنه هاجم شرطيا بسكين قبل أن يدهس أربعة أشخاص بشاحنة صغيرة الأحد في أدمنتن بغرب كندا وطالب لجوء سومالي يدعى عبدالهادي حسن شريف وكان معروفا لدى أجهزة الاستخبارات وأوضح مساعد مفوض شرطة الخيال الملكية الكندية أن أجهزة الاستخبارات كانت قد استمعت إلى إفادة المشتبه به في عام 2015 في طار تحقيقا بشأن خطر اعتداءات يقف وراءها أشخاص متطرفون يتبنون أفكارا متشددة ناشد برنامج الأغذية العالمي الدول المنحة توفير 75 مليون دولار مساعدات طارئة خلال الأشهر الستة المقبلة للمساهمة في تخفيف معاناة المسلمين الروهينجا الفارين من العنف في ميانمار وقال المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي في تصريحا للصحفيين بعد زيارة مخيمات لاجئين في بنجلاديش قرب حدود ميانمار نحتاج لـ 75 مليون دولار للشهور الستة المقبلة أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحفة نبدأ جولتنا من صحيفة الاتحاد الإماراتية التي عنونت تحذير من ترك الهاتف على الشاحن طوال الليل أكد خبير بشركة بطاريات أن ترك الهاتف المحمول على الشاحن طيلة الليل ليس فكرة جيدة على المدى الطويل لأن الهاتف رغم أنه يوضع على الشاحن لفترة طويلة إلى أنه يحصل على كمية صغيرة من الشحن كما أن هذه الممارسة تخفض قدرة بطارية الهاتف بدرجة كبيرة إلى صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت خبراء يحذرون من مخاطر تحديثات أبل حذر تقرير صادر عن شركة دو سيكيريتي لأمن شبكات المعلومات من أن تحديثة القائل لتطبيقات أجهزة كومبيوتر ماك التي تنتجها شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل ليست كافية لتوفير الحماية لهذه الأجهزة من هجمات القراصنة إلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت قريبا أجهزة لابتوب جوجل تستجيب للأوامر الصوتية كشف تقرير جديد لموقع إن جادجت الأمريكي أن شركة جوجل تستعد لطرح مساعدها الشخصي جوجل أسيستنت بأجهزة لابتوب التابعة لها كرومبوك إذ تم رصد العديد من التلميحات والإشارات التي تعكس نية الشركة الإعلان عن هذه الخطوة خلال مؤتمرها الذي سينعقد يوم الرابع من أكتوبر في سان فرانسيسكو وإلى صحيفة الوئام السعودية التي عنونت طائرة بدون طيار يمكنها السير على الأرض وتحديد مواقع المناجم تحت الأرض اتكر فريق من الباحثين في السويد طائرة بدون طيار يمكنها الانتقال ما بين الطيران والسير على الأرض ومن الممكن استخدامها في التنقيب عن المناجم تحت سطح الأرض بدون الحاجة إلى معاونة من البشر وتستطيع الطائرات التي تعمل بدون طيار أن تحلق في الجو بشكل آلي اعتمادا على أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية جي بي اس تستقبل الإمارات أكبر برنامج طبي عالمي يقدم الخدمات الصحية لأصحاب الهمم وذلك مع تبقي أقل من ستة أشهر على موعد انطلاق دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص 2018 التصديف أبو ضبي سبعة أطباء عالميين متخصصين في التعامل مع وعلاج دوي الإعاقة الدهنية حيث قاموا بتدريب ستة عشر طبيبا متطوعا من المنطقة وثلاثين طبيبا متطوعا من الإمارات حول كيفية إجراء الفحوصات اللازمة لدوي الإعاقة الدهنية وذلك ضمن فعاليات برنامج تدريب المدربين الرياضيين الأصحاء والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام انتشرت مؤخرا ظاهرة السجائر الإلكترونية التي بدأت تستقطب الكثير من المدخنين وتعد أكثر منتجات الدب غزوا للأسواق حول العالم ويعتقد متعطوها أن مدارها أقل بكثير من مدار السجارة التقليدية تفاصيل أوفع عن مخاطر السجائر الإلكترونية مع المختصة في الملف الصحي في غرفة أخبار الآن عبيل عبدالله دراسة حديثة مثيرة للجدل حول مدى سلامة وأضرار تدخين السجائر الإلكترونية حيث أشارت الأبحاث أن تدخين السجائر الإلكترونية يزيد من معدل ضربات القلب ويزيد نسبة الأدرينالين في الجسم بدرجة تهدد صحة القلب الدراسة التي نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية سلطت الضوء على مصدر الضرر على القلب هل هو القطران في السجائر التقليدية أو النيكوتين وهو عنصر مشترك في السجائر الإلكترونية وتوصلت نتائج الدراسة التي أجريت في جامعة كاليفورنيا إلى أن المادة المسببة للإدمان هو النيكوتين حيث يؤثر سلبا على الجهاز العصبي وتتسبب في زيادة الأدرينالين بالجسم ويترتب على ذلك زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم ويعتبر هذا التغيير الذي يسببه النيكوتين من عوامل الإدمان والرغبة في العودة للتدخين ومع تكرار تدخين السجائر الإلكترونية وتكرار تزايد معدل ضربات القلب وضغط الدم يتزايد خطر إصابة القلب والشراين بالأمراض وأظهرت نتائج الدراسة أن استمرار الضغط على الجزء العصبي المتحكم في نشاط القلب بسبب كثرة النيكوتين يهدد سلامة القلب وأن تدخين السجائر الإلكترونية باستمرار يزيد العبء على نشاط القلب ذكرت دراسة بريطانية أن ساعات العمل الطويلة لا تعني أبدا إنتاجية أكبر من الموظفين لفيتة إلى أنهم يمضون معظم ساعات العمل في تصفح مواقع التواصل والقيام بأنشطة لا علاقة لها بالعمل ما يعني أنه من الأفضل تقليل عدد الساعات المطلوبة منهم وتبعت الدراسة دراسة نمط عمل 1989 موظفاً يعملون لثماني ساعات يومياً لتؤكد بأن إنتاجية الموظفين تستمر لحوالي ساعتين و53 دقيقة يومياً أدخلت أبل تغييرات وتعديلات في نظام تشغيل أجهزة آيفون وآيباد لتلبية رغبات مطوري التطبيقات وإضافة تطبيقات الواقع الافتراضي الجديدة وأطلق نظام iOS 11 قبل طرح أحدث هواتف أبل آيفون 8 وآيفون X وتشمل التغييرات الأكثر وضوحاً إدخال تحديثات على متجر أبل وهو العمود الفقري لقطاع خدمات الشركة الذي حقق نحو 21 مليار ونصف المليار دولار في الإيرادات خلال الأشهر التسعة الماضية وذلك بزيادة قدرها 19% عن العام السابق هذا ونمنت المبيعات الإجمالية بنسبة 5% فقط قبل أن نوديعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين 90% يصويتون لصالح الاستقلال عن إسبانيا ونتائج الاستفتاء ستحال إلى برلماني كتالونيا كردستان تستعد للتحاور مع بغداد بمجلس سياسي أعلى الإمارات تستقبل أكبر برنامج طبي عالمي لأصحاب الهم وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائماً مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضاً مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته نلقاكم بعد نصف ساعة في موجز للأخبار شكراً لمتابعة وإلى اللقاء نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم ولا تترددوا أيضاً بالضغط على مشاركة أو لايك